تسمى السباحة العظيمة حيث يحاول سباح المراثن الثمانية المشاركون قطع مسافة حوالي 120 كم من بحيرة بايكال الروسية ثم إلى نهر أنجارا ويتناوب المشاركون السباحة دون راحة أو نوم خلال التحدي الذي يزيد عن 30 ساعة لم نتوقع هذا الانخفاض في درجة الحرارة لقد افترضنا أنها ستكون أكثر دفءا في نهر أنجارا لم يكن لدينا وقت للراحة تم تنظيم الحدث من قبل نادي سباحة شتوي محلي وهذه المرة الثالثة التي يحاول المتسابقون فيها عبور بحيرة بايكال الشاسعة في روسيا أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث الحجم تم بدء الحدث في عام 2019 عندما قطعت سباحة 55 كم ببدلات الغطس ثم في عام 2020 تم قطع المسافة نفسها بدون ملابس الغوص هذا العام كانت المهمة أكثر صعوبة عبور بحيرة بايكال ثم نهر أنجارا لذا كان لابد من إيقاف السباق بعد حوالي 70 كم اشتركوا في القناة